خلينا كمان نتوقف عند الهدنة اللي احنا عارفينها طبعا برعاية مصرية قطرية أمريكية توصلت يعني هذه الرعاية لهدنة قابلة التنفيذ بإذن الله تبدأ صباح الجمعة كلنا أمال الحقيقة لهذه الهدنة ولكن خليني أرجع تاني وكلمكم عن هذه الفعالية الجميلة اللي كانت موجودة في الاستاذ الاستاذ النهاردة ويمكن حتى المنطقة المحيطة بيلا أن الاستاذ القاهرة موجود في قلب القاهرة كان عبارة عن الحقيقة حب وتقدير واعتراف طبعا لشعب فلسطين والقطاع غزة وفي نفس الوقت تقديرا للسيد الرئيس تقديرا بحب تقديرا باعتراف تقديرا بأننا الحقيقة نملك قيادة وعية قيادة يعني ترى كل شيء في استباق شديد لكل المحاور اللي تحدث فيها السيد الرئيس على مدى هذه الفترة الطويلة كانت نابعة من الرؤية ونابعة من التخطيط ونابعة من موقف مصر الدائم الساند لقطاع غزة ولفلسطين ولكافة الدول يعني يمكن حضراتكم لما تبعتم كم المساعدات اللي كانت بتصل إلى أهلين في القطاع هي مش مجرد مساعدات والسلام أبدا بالعكس المساعدات كان فيها تنوع كبير تنوع بعين الأسرة المصرية تنوع بعين أن الأسرة يا ترى إزاي ما احنا أسرنا المصرية إزاي حتشوف الأسر هناك محتاجين إيه في وسط القصف والضرب والاجتياح إيه اللي محتاجينه كان دايما فيه سؤال مصري كل يوم سؤال مصري لقطاع غزة ولأهلنا يا ترى ما هي الاحتياجات محتاجين إيه أكتر نزود إيه أكتر هذه الأسئلة لم تسألها غير مصر طول الوقت أنت كمان وانت شايف المساعدات الحقيقة بطول الطريق من العريش لرفح أنت بتتأكد يعني كمل المساعدات وتنوعها وشكلها تعرف أنه حقيقي في مسندة وحب ودعم جبير جدا لقطاع غزة نتمنى أنهم يفضلوا صامدين لأن الصمود رغم هذا الاجتياح والصمود والصبر هو صمود للحفاظ على الأرض وقيمة الأرض غالية جدا ومصر تعرف تماما قيمة الأرض وتقدر كل ما يحدث في قطاع غزة مصر تقدره وتعرفه فكلنا الحقيقة مع قطاع غزة زي ما حضراتكم شفتوا هذه الفعالية اليوم كانت فعالية محبة ومسندة وفعالية تقدير ترجمة نانسي قنقر